الفقرة عيمان جيل بيرت وزاكا عيمان كابتن اسلام صبر يسراج وزاكا صبر سأل فؤلنا كابتن مبركو ايه مبروك الطائرة حمد الله عاملين ايه في الطائرة كويسين ملوك احنا ملوك الطائرة في مصر ده الهتاف الاشهر لجمهور النادي الاهلي في لعبة الكرة للطائرة تحديدا كمان لان احنا سمقين فيها بكتير محليا وافريقيا دلوقتي احنا ملوك وملكات الطائرة مبروك انجاز جديد يضاف للنشاط الرياضي في النادي الاهلي مجلس الادارة الكابتن خالد العوضي طبعا يعني كان كلام كتير الفترة اللي فاتت طبعا على الطائرة تحديدا فريق الرجال السن اللي فاتت خسر الدوري وخسر الكاس الناس لا تتكلم عن اعمار بعض اللاعبين لكن الحمد لله احنا بنبتدي الموسم او يعني الفترة دي هي بطولة على حساب نادي الزمالك بتدعماته وبمستوى برضو وتطوره في الفترة الاخيرة في الكرة الطائرة فابتبع حاجة مهمة كمان برضو فرقة السيدات طبعا احنا كنا عارفين الظروف اللي حصلت الموسم اللي فات واللعيبة اللي مشت والامور دي كلها ولكن النادي الاهلي دايما بيبقى جاهز دايما عنده من ابنائه وتدعماته اللي يخلي دايما فيه استمرارية فكمان برضو بطولة مهمة لفريق السيدات مبروك للنادي الاهلي دي لسه البداية حتى طبعا احنا الكلام كله على السيدات اللي لسه فيه تلف بطولات تانيين الدوري والكاس فيه أفريقيا رجال برضو لسه فيه بطولات لسه قدامكم مشوار طويل دي مجرب بداية كلمة واحدة بس عايز اقولها في الحتة دي برضو كابتن اسلام يعني اتمنى ان الناس تدي الكابتن احمد صلاحا وانا حاسس ان الكابتن احمد صلاحا في لعبة الطائرة في مصر اه طبعا الناس بتكلم عليه كأسطورة بس مش مبروز كراجل أسطورة مصرية في الكرة الطائرة ده راجل عالمي انت بتقول أسطورة ومش أسطورة يعني لا يعني فيه لعبة في لا بس كابتن احمد صلاح الناس كلها عارفة طبع لا اصد ان لازم ياخد وضعه اعلاميا طبعا احنا النادي الاهلي بنبروز كل نجوم طبعا لكن اعلاميا لازم زي ما فيه لعبة في ألعاب أخرى بيتالع له أسطير ونجوم وبتعمل لها احتفالات وكابتن احمد صلاح لازم هو كمان يتصدر الأغلفة دي ويتصدر العناوين دي لأنه يستحق مشواره الطويل في الكرة الطائرة سواء مع النادي الاهلي او مع متخب مصر صبر خطوة على المسار الصحيح المعتاد يعني تصحيح للمسار زي ما بنقول اللي حصل السنة اللي فاتت كان استثناء السنة دي احنا بنرجع لوضعينا الطبيعي ابطال في الطائرة سواء رجال او سيدات فمبروك للفرقتين ومبروك لمجلس إدارة النادي والمشاط الرياضي كله الحقيقة اللي حصل يعني فرحة كبيرة جمهور الاهلي كله فرحانه يا رب دايما الافراح دي تكون مستمرة كلنا جايين مبسوطين ومودنا حلو بسبب اللي شفناه النهاردة ومبرح فالف وبروك لكل جماهير النادي الاه الطائرة دايما عايزين نكسبها السلة دايما عايزين نكسبها الجميع الحقيقة ولكن دايما زي ما قلت لحضراتكم نظر لن نتذكر الوزير العامل فاروق النائب رئيس النادي الاهلي في مثل هذه الأمور ملف برضو عايما محتاجين نتكلم عنه وهو ملف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة